موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الثلاثة خمسة وعشرين تموز شح المياه بالمتن الأعلى بعيد فتح موضوع جدوى سد القيسماني مؤتمر صحافة لإطلاق عرض السيرك السياسي ضمن فعليات مهرجانات بيت الدين بالإضافة لمحطة ثقافية مع زميلتنا مريم الحاج أما تجوفنا لليوم فهن المؤلف الموسيقي حسن عبد الجواد لنحكي معه عن الأمسية الموسيقية ضمن نشاط مهرجانات أصدقاء زيرة واشاواء وشاطئ صيدة يوم الخميس بسبعة وعشرين تموز وأيضا سينتيا بوخاطر صاحبة شركة إن أكشن إيفنت اللي نحكي معه عن نشاط فلاشباك بدورته التالتة ببرمنا البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية اليوم أنا أستاذ جيسام أبو خشفة صباح الخير صباح النور كيف حك اليوم؟ باش الحال الحمد لله قدر طقص صيفي وحار ورطب بيسيطر على لبنان خلال الأيام القليل الأدمي طقصنا لليوم بيكون قليل غيوم إجمالاً عنا ارتفاع بدرجات الحرارة واللي عم تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل هذا الشيء بيؤدي لزيادة الشعور بالحر وسوق الروح أحياناً بكرة بيكون طقص نصافي إلى قليل غيوم عنا استكرار بدرجات الحرارة بالداخل وبالجبال تنخفط بشكل طفيف على الساحل بس تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة نسبة الرطوبة قدى عم بتكون؟ عم بتكون يعني عم توصل للتسعين بالمئة وقدناها خمسة وستين بالمئة نعم درجات الحرارة على الساحل اليوم تتروح من 24 إلى 34 درجة فوق جبال من 19 إلى 30 درجة بالأرز من 16 إلى 28 درجة بالبقع من 20 إلى 38 درجة الهواء عم بيكون جنوبي غربي سرعته بين 10 إلى 30 كم بالساعة إنكشاء متوسط بسوق أحياناً البحر معتدل حرارة سطح الماء 30 درجة والضغط الجوي 755 ملي متر زاباك أوكي دعتيك ألف عافية نحن مكمل منحكي لكم أهلاً سواحر خير جوال بوجو جوال شو هالجمال جوال عم تمسحها من ضبط شعاراتك نح؟ ايه بجانبه ما شفت روتور اليوم كيفك ورقم باك؟ لا تشتي لداني ايه منيحة الحمد لله يلا رح نعمل جولة على أبرز عنوين صحفية اللي صدرت لليوم ببيروت اليوم الثلاثة خمسة عشرين تموز ومنبدأ متل عادة مع نوين صحيفة النهار ترامب للمرة الأولى أمام ملفات لبنان معركة الجرود من النصرة إلى داعش عون يتوقع نتائج إيجابية ومواقف متعارضة للقوى السياسية لجنة المناقصات ترد مشروع البواخر المنتجة للكهرباء ضمن أسرار الآلهة تبدو لافتة مناسبة تتعلق بمسؤول حزبي تقام في مكان مستقل بخلاف كل الاحتفالات المماثلة التي تقام في مقر الحزب يقول رئيس سابق للحكومة إن تعذر الحصول على توقيع عشرة نواب للطعن في قانون سلسلة الرتب ورواتب يؤكد أن الغالبية معه وأن المعارضين ليسوا جديين لا يزال معترضون على توحيد الجامعة الثقافية في العالم مستمرون في حركة اتصالات واسعة لإلغاء الوصاية عليها أو أعلان رفض مجموعات في أمريكا اللاتينية الاعتراف بالاتفاق لوحظة أن حزب الله استحب في اليومين الأولين للمعارك التلفزيون الخاص به المنار وقناة الميادين دون محطات مرئية أخرى وبخدم ضمن تربية ومدنيات مئتي شاب مغترب ومتحدر في لبنان إلى عنوين صحيفة الحياة مراكز تفتيش ومراقبة روسية في سوريا قوة للإشراف على هدنتي الجنوب والجولان ومشاورات لخفض التوتر في إدلب اقتراح إسرائيلي لإنهاء أزمة البوابات الإلكترونية تركيا تحاكم صحفيين بتهم دعم تنظيمات إرهابية السعودية تتعهد خفض صادراتها لرفع أسعار النفط روسيا تعرض وصاصة إذا طلبت منها الحكيم يتخلى عن رئاسة المجلس الأعلى وأيضا في عنوين صحيفة الحياة أثراج يلتقيه بصفة شخصية لمحادثات استكشافية فرنسا لا تعترف بحفتر قائدا للجيش كوشنر يفند أمام الكونغرس اتهامات التواطئ مع موسكو وبختم مع الأخبار اللبنانية بصحيفة الحياة سجال لبنانية على دوره في سوريا ومعارك عرسال حزب الله يصر على استسلام مسلحي جبهة النصرة إلى عنوين المستقبل الحريري هم الوحيد المحافظة على لبنان استهل محادثات واشنطن في الكابيتول والبانك الدولي ويتوجها اليوم في البيت الأبيض الأقصى إسرائيل توقف استخدام أجهزة كشف المعادن محمية جزر النخل تنتظر الإنعاشة للاعب دورها السياحي الجراح قررنا إطلاق برنامج صيف الابتكار للأفكار الناشئة عشرات الضحايا باعتداء بسيارة مفخخة في كابل خوري الحكومة تريد استعادة ثقة بالمواطن المقيم والمغترب الملك سلمان ينيب ولي العهد في غيابه الدول الأربع المقاطعة لقطر تضيف تسعة كيانات وتسعة أفراد إلى قوائم الإرهاب وبختم أو قبل ما اختم بعنوين أيضا الكويت اقتراح قانون لتجريم حزب الله وأنصاره وهلأ رح اختم مع قلم أسعد حيدر ومقالته لليوم بالمستقبل بعنوان توالد الحروب مستمر إلى عنوين الأنوار عون وقائد الجيش يبحثان للتطورات الميدانية في جلود عرسال مع صورة مرافقة للعنوان شفناها بمعظم الصحف للرئيس عون عم باجتماعه مع قائد الجيش وعم بيطلعوا على خريطة على الوضع الميداني بعرسال في عنوين أخرى الجيش يساعد النازحين في عرسال الحريري أجرى محادثات في الكونغرس الأمريكي ويلتقي ترامب اليوم استمرار المواجهات في القدس والأمم المتحدة تحذر من كارثة عشرات القتلى بتفجيرات في كابل وباكستان وبقلم المحل الأسيسي الأيام اللبنانية في واشنطن إيجابيات تفوق السلبيات نشر قوات روسية في غوطة دمشق وبالأخبار الاقتصادية الصعوبات الاقتصادية في بريطانيا تؤثر على محبي الشوكولات وبختم مع قلم رفيق خوري نقاش دقيق ومحرج في البيت الأبيض نفس الصورة اللي شفناها بمعظم الصحف نشرت صحيفة اللواء وفي العنوين الرئيسي الحريري في البنك الدولي الاختلاف في لبنان لن يعطل العمل الحكومي هدوء ليلا في الجرود والمرعب لللواء مذكرة من النازحين لمغادرة عرسال إلى جرابلس أو بلد ثالث جملات لللواء الحريري في واشنطن مهم لتسليح الجيش وتقييم العقوبات الملك سلمان يغادر السعودية في إجازة وينيب ولي العهد لإدارة الدولة بقلم العميد الركن خالد حميدي جرود عرسال لصوت يعلو فوق صوت البندقية مجلس الأمن يلتأم اليوم بعد فشل التواصل لصيغة مقبولة حول اعتداءات الأقصى رفض لاقتراح الاحتلال المراقبة بالكاميرات الدكية بدلا من البوابات الإلكترونية رفضت اقتراح قطر استضافة محادثات سلام موسكو تنشر قوات لمراقبة منطقتين جنوب سوريا الأردن يسمح لقاتل سفارة بالمغادرة بعد تفاهمات حول الأقصى ترامب أبعد تيلرسون عن الملف النووي الإيراني صهر ترامب يقر بلقائه مسؤولين روسا وبختم بعنوان أخير وبالأخبار الرياضية النجم يضرب بالميركاتو بضم معتوق من اللواء إلى البلد وفي عنوينة وبالعنوان الرئيس معركة الجرود نحو الحسم وهموم لبنان بين الحريري وترامب إردوغان يبحث مع الأمير القطري حل الأزمة الخليجية الجيش يتقدم في ريف الرقة حزب الله في الجرود تكريس الفعل ورد الفعل المشورة الإقليمية عن أخلاقيات البحث العلمي وبختم بعنوان أخير وبعيدا عن السياسة وحول مهرج النتب علبك تحديدا حفلة إبراهيم معلوف المقال بعنوان عشر سنوات اختصرها في بعلبك من بعد البلد منوصل إلى صحب اللغات الأجنبية بترجمة العنوين The Daily Star حزب الله يلاحق آخر فلول الإرهابيين بالعنوان الرئيسي الحريري يشدد على أمن المناطق ويطرح تحديات اللاجئين قبل لقاء ترامب بعنوان أخير الأمم المتحدة لحل للأقصى قبل يوم الجمعة ومن The Daily Star نتابع مع جولتنا إلى لوريان لوجور لا في غلط بلوريان لوجور رح تابع مع الشرق وفي عنوان عون نتائج التطورات إيجابية لإعادة الاستقرار إلى الحدود الحريري يسير إلى لقاء ترامب في حقل ألغام حرب الجرود وأيضا في العنوان الرئيسي في اليوم الرابع الحزب يدعو المسلحين لإلقاء السلاح بر يوقع قانوني السلسلة والموارد ماذا يحاك في دوائر القرار بشأن سوريا هل تنفجر أزمة مخصصات قوى الأمن لبناني ابتكر تقنية تجنب تسعة من عشرة حوادث سير وبختم بقلم عون الكعكة وضمن رأي الشرق مقالت لليون بعنوان طبخة بحص إلى الشرق الأوسط وفي عنوين بالعنوان الرئيسي مسارات حديدية أمام الأقصى السعودية طلبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وقصف إسرائيلي على غزة أفدوغان لم يطرح مبادرة جديدة لحل أزمة قطر مصادر تركيا لشرق الأوسط متمسكون بالعلاقة مع السعودية موسكو وسعنا مساحة السيطرات النظام من 10% إلى 40% شرطة روسية في الجولان لإبعاد حزب الله إسرائيل تعلن عن إجلاء العاملين في سفرتها لدى الأردن باريس تريد تجديد اتفاق السخيرات مقترح فرنسي لمجلس رئاسي ثلاثي لليبيا يضم حفتر والسراج صهر ترامب أربعة اتصالات مع الروس ولم أتواطأ في الحملة الانتخابية السعودية تخفض صادراتها النفطية مليون برميل يوميا لدعم الأسعار وختيما خادم الحرمين يصل إلى المغرب في إجازة خاصة وينيب ولي العهد في إدارة البلاد من الشرق الأوسط إلى الجمهورية المحطة الأخيرة ضمن جولتنا على عنوين الصحف حسمت مع النصرة وستبدأ مع داعش طهران الربيع العربي ليس كله مؤامرة الجيش حاضر متى يتدخل؟ القطاع المصرفي في مواجهة الضرائب ظالمة ومضرة وبالأخبار الرياضية كرة السلة اللبنانية تاريخ وإنجازات بختم مع الصورة الرئيسية لمتظاهر فلسطيني خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بالقرب من رام الله والصورة بعنوان واشنطن على خط الأزمة ومع ممكننا نختم جولتنا على عنوين الصحف برايكم نرجع مع الأخبار الثقافية والفنية مع جوال خليكن معنا اشتركوا في القناة